تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا أتمنى من كل بنت لمدة دقائق فقط ادخليها على المكان ما هذه الدنيا بدار قراري حكم البنية حكم البنية حكم البنية الى كل من عصت الله سبحانه وتعالى الى كل من تنام عن الصلوات الى كل من تسمع الاغاني الى كل من تعاكس الشباب وتكلم الشباب الى كل من رخصت نفسها امام الشهوات والقنوات والله سوف يأتي يوم والأيام وتوضعين في هذا المكان شئتي ام ابيتي تضعين في هذا المكان وحيدة لا جليس ولا انيس فماذا تقول لله يا من جعلت الله جل وعلا اهول الناظرين اليك ولا تبالين بنظر الله سبحانه وتعالى سوف يأتي يوم الأيام وتغسلين هل فكرت في يوم الأيام انك راح تكونين في هذا المكان وتوضعين في هذا المكان وتكفنين بخمسة اكفان ليش الان كثير من بنات في الزواجات الا ما رحم الله سبحانه وتعالى تعري نفسها وقال صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار لم ارى مثلهما وذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات يا الله تخيلي تكفنين بخمسة اكفان ولا سترتي نفسك في الدنيا فهذه رسالة الى كل من فصخت نفسها وعرت نفسها في الاعراس والزواجات اقول والله احذري الان الغصن اذا طاحت اوراقه اينما كانه في النار ويكون حطب فكذلك البنت اذا عرت نفسها في اللبس العاري وين قيمت حيائها فحياء المرأة والله هو دليل على ايمانها بالله سبحانه وتعالى فانا اقول انتبهي الان نحن في ايام اعراس زواجات تكثر المعاصي والفتن الا ما رحم الله سبحانه وتعالى والله قد يأتي يوم الايام والله كم من عروس اعرفها لابست الكثن لابست الكثن قبل ثوب الزفاف فلا تغترف هذه الدنيا هذه الدنيا قصيرة وان عظمت هذه الدنيا وان طالت في عينك هذه الدنيا فوالله انها قصيرة وان ايامنا محدودة الى كل فتاة تنمص حواجبها قال صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة وهذا رسالة الى المشاغل النسائية كم يحصل في المشاغل من ذنوب ومن معاصي ومن تعري فقل اتق الله سبحانه وتعالى لا تأكل حرام لا تأكل حرام والله يحصل في داخل المشاغل الا ما رحم الله سبحانه وتعالى انا لا ادم الجميع ولكن تحصل مخالفات شرعية لا يعلم بها الا الله اللعن هو الطرد والابعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى لعن الله الواصلة والمستوصلة من تصل شعرها بشعر ثاني هاي اخت الكريمة والله اللي يتكلم من قل مشفق والله العظيم اني خايف عليك بريد انا تمثل بالصحبيات بالصالحات باللبس المحتشم باللبس الذي تؤجرين عليه حتى اللبس عبادة فانت متبسين اللبس المحتشم اللبس الساتر والله انها عبادة منذ ان تخرجين من البيت وحتى ترجعين وانت في عبادة لله سبحانه وتعالى اما تلك الفتاة التي عرّت نفسها والله انها في معصية وفي معاصي منذ ان تخرج من البيت وحتى تعود وكم من بنت تلبسها شيطان لماذا؟ لانها عارية اولا ولانها لا تصلي كم من بنت حطت المكياج في الزواجات ولا صلت لا مغرب ولا عشاء ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله ترحين للعرس وانت منت في ذمة الله سبحانه وتعالى ولا في حفظ الله سبحانه وتعالى فاحضري من تسلط الشياطين عليك فإذا انقضى فقد انقضات من صاري عند جنازتك تعطرين بالمسك الأبيض والكافور تذكرت حديث صراحة قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة خرجت واستعترت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية فكم من البنات تتعطر عندما تخرط الأسواق والمولات والمتزهات ثم يشمون ريحة العطر فاحذري أن تدخلي في هذا الحديث وأنت لا تعلمين وحن صراحة ابتلينا بشبكات التواصل الاجتماعي إلا مرحم الله سبحانه وتعالى بفتيات تعرض نفسها في الكيك في الاستجرام في تويتر تخاطب الشباب الخاص ولا همها وبإسم مستعار ألا تخشين الواحد القهار سبحانه وتعالى ألم تسمعي قول الله جل وعلا ألم يعلم ألم يعلم بأن الله يراكي فالله يراكي يا أمة الله استحي من الله سبحانه وتعالى تعرضين الجسد وتغطين الوجه حتى ما أحد يعرفك لكن اعلمي أن الله يراك سبحانه وتعالى فوالله كم من بنت كانت تعرض نفسها في الشاتس وفي مواقع التواصل الاجتماعي فقبض الله روحها وهي تعرض نفسها للشباب يا الله فيخت الكريمة احذروا الله من الشبكات التواصل الاجتماعي واحذروا الله من الذئاب البشرية فهم يتصيدون ويجلسون الليل والنهار ما عندهم مشكلة حتى تقعين بالفخ فهذه نصيحة من أخ مشفق على أخواته اتق الله سبحانه وتعالى وراقب الله جل وعلا واعلمي أن الله أعطاك هذه الصحة والعافية وقادر ربي بلحظات والله تذهب هذه الصحة والقوة والعافية وتكونين طريحة في الفراش قادر بلحظة واحدة لكن نتأدب مع الله فوالله من لم يتأدب مع الله فوق الأرض والله سوف يؤدب ربي تحت الأرض ويوم العرض والوقوف بين يديه سبحانه وتعالى رسالة أخيرة إلى كل فتاة عاصية إلى كل فتاة مذنبة إلى كل فتاة زانية إلى كل فتاة تكلم الشباب وتخرج الأسواق والمولات أقول باب التوم مفتوح خذ هذه البشارة خذ هذه الآية فالله رحيم لمن تاب وأناب يقول الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا الله أكبر لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا جميع الذنوب ماما كانت كبيرة صغيرة إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فالله غفور والله رحيم والله يقول في آية أخرى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيم فالله الله بالتوبة الله بالرجع لله الله بالنبس المحتشم الله في العباية الله في حجابك الله في حيائك من الله سبحانه وتعالى وأبشر والله بخير الدنيا والآخرة ألا تريدين أن تصاحبي آئشة رضي الله عنها في الجنة ألا تريدين أن تصاحبي سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها فالله الله بالتوبة الله بالإنكساء وإذن الله الله بالمحافظة على الصلوات في وقتها تزمي في دينك في حجابك في سجادتك في صلاتك وأبشر في الجنازة على حالين إما أن تقول قدموني قدموني لأن ترى مكانها في الجنة وإما أن تقول يا وينها أين تذهبون بها في القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفرة النيران أسأل الله سبحانه وتعالى التوبة والإنابة والرجع إليه سبحانه وتعالى وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم وكل من تشاهد هذا المقطع في جنات النعي الله الله اخت الغالية ننشر هذا المقطع لخوياتك في قروبات في الواتساب في تويتر والدلع الخير كالفاعل كوني داعية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الله أكبر اشتركوا في القناة